صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا وأصدر قانون رقم 10 لسنة 2018 بتعديل المادة 34 من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986 بلادية كما صادق جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 11 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة كما صادق جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 12 لسنة 2018 بالموافقة على القانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وصادق جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 13 لسنة 2018 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 2010 كما صادق جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 14 لسنة 2018 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات البانية